اشتركوا في القناة قبل انو نبدي باتصالاتكم ومشاركاتكم بس حبيت اطمن ركاب الطائرة الخايفين من كسوف الشمس امس في برج الميزان مقترن مع طبعا قيتو في نفس المولود او في نفس البيت مما يعني البيت الثاني للعقرب ويتزامن اليوم حلول القمر في برج العقرب لا الاخطر من هذا هو يوم الاربعاء اللي فيه حرف الفلكيون انه ما يتم اي شيء وممنوع انه تعمل اي شيء يوم الاربعاء حكما هذا الموضوع طيب ما هي تداعيات هذه اليوم ظاهرة الكسوف يوم الاربعاء حاكم بيت العقرب المريخ اللي عامل زوايا تربيع ولا اروع مع برج الحوت اللي موجودة في الزهرة ثم نبتون وايضا زحل مع مشتري تفاصيل غريبة عجيبة خلوني اطمن كل حبايب اقول لكم حكما للابراج المائية جنيمال والابراج الترابية منها الثور الخلاص من قرار كان يكون سجن كان يكون انت عندك مشكلة صعبة كان يكون انت تنتبه من مشكلة صعبة هذا لمورود الثور ومنهم من يرث من الام بطريقة الصدفة المفاجئة اي اورانوس هذا هو الكوكب كوكب المفاجئات اي السعد الاصغر والاكبر شوفوا النوازل اليوم ظاهرة خسوف الشمس عفوا القمر في برج الميزان مع يعني ديتو بمقابلة كلش مهمة في البيت الثاني للعقرب يليه اليوم قمر العقرب هو بس قمر العقرب بس ينزل على الكون على المدوى الجزر هذا بحظاته هو خطورة لكن ماذا يعني اليوم يعني شوفوا باختصار شديد حتى اروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم انا اول شي خليني اخبره الاقرب وقوله على الخير والمبارك عليك الخلاص من مرض الى الابد ربما كنت تعاني من مسائل وكنت تصارع المرض اهنا ممكن انه نخص النساء اللي كانوا لا سامح الله معهم امراض مستعصية معهم كانت علا غريبة عجيبة معهم طاقات سيئة معهم علاقات متعبة معهم سميها ما شئت خلاص انتهت والى الابد تمام هذا هو الاقرب ويأتيك جني مال ممكن شخص احتال عليك وما اعطاك حقك ممكن كنت شراكة وما تمت لكن الاقرب حكما هو يجني المال المال لانه هذا الزحل في البيت الثاني مع هذه القرانات مع زحرة والمشتري في الحوت وبرج مائي مثلك والله يعطيك الخير الكثير طيب ميسم ركزه واي على الاقرب وعالحوت وبس السول في مي مؤاني هذه هي بيضة القبان اليوم اللي احنا نتحدث عن هاي النوازل لمولود السرطان راح يكون عودة غائب عودة شخص غائب او عودة شخص ما يقدر بالمليارات والمال انا اتحدث بشكل خاص وسريع بصراحة بس ما تقلقون ظاهرة خسوف القمر امس بتزامن الاقرب وقمر الاقرب بحد ذاته مو خطر لا والله على الكون اصلا بس لو عرفنا الشون وكيف ممكن انه انوقت ونحاول انه ناخذ طاقاتنا بطريقة ايجابية انا بس احاول احذركم لحتى ترجعون الى قطعاتي سابقا كم تقول ما يصلح المناكفات في ظل هذه الكسوف مع هذه الظواهر اليوم اللي انا اتحدثها ما تصلح غير فقط للخلاص من الطاقات السيئة والذهاب الى جن الاموال وجن العلاقات والصداقات وكل ما من شأنه انه يعطي الظواهر الايجابية فروحوا كبروا لظواهركم الايجابية وابتعدوا عن كل المناكفات ما تجيب ترى بس الخطر وعلى فكرة اللي يشوفوا هي اشبه بعجلة او طاقة كبرى ممكن انه تسحق الاخضر واليابس فانت لا تضع نفسك داخل هذه العجلة وايضا حتى تذكيركم خليكون ايجابي لانه انا اتحدث عن عمق مغناطيس انا اتحدث عن جاذبية ما اتحدث عن فلك طيب الفلك شو نعلاقتي بالجاذبية يعني هسا تتنكرون بالمريخ اكو جاذبية اكو توازن ما يختلف حليه اثنين فانا ما اتحدث عن جاذبية واتحدث عن اقمار واتحدث عن ظواهر مومة انا اعني ما اقول فنبتعد حبايبي من كل مظاهر المسائل اللي مشئنها انه تكبر الامور وممكن انه تأخذنا لابعد من هذا الموضوع خلونا نكون اكثر ايجابية ونبتعد من هذا الموضوع طبعا العلاقات الهشة العلاقات الغير تمام انا متأكدة انه تنكسف وتروح يعني مراحة طول كانت علاقاتك متأرجحة مع اشخاص ما عندك توافق معهم حكما هذه العلاقة انه تنتهي بدون نقاش وشفنا البارحة يمكن وبالتعليقات هواي سمعت اشخاص انه علاقاتهم يعني خلص يقول لي ميس وين موان علاقة انتهت ايه لانه علاقة كانت هشة فاخذت ما اخذت من عندك بالعموم يلا اروح لاتصالات ومشاركاتنا مثل العادة لحتى نشوف اليوم قمر الاقرب المتزامن مع خسوف اشل قمر في مورود الميزان للبيت الثاني وظاهرة قران المشتري مع تقابلات وامور جدا ايجابية في الحوت ماذا تعني لجميع الابراج من خلال اول اتصال هاتفي معنا ونقول له الصباح الخير اسعد لي هالصباح رمضان كريم شلون علينا وعلك ان شاء الله اجمعين حبيبتي شونك ستمي يا عمري انتي يا مرحبا منو معنا ام يوسف من الانظار ام يوسف رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله اجمعيني اللهم امين يعني ميوسف اول مرة تتصلين او لا لا متصلة يعني قبل فترة طيب تفضلي ميوسف شون اساعدتش والله ميوسف ارد اسأل عن اخويا طيب اللي هو اي برج 19 واحد 84 طيب اذا كان 19 واحد اللي مولودا الجدي اي 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 او 84 أربعة وثمانين أربعة وثمانين أربعة وثمانين أربعة أسأل عن حيات الزوجية يعني هو صال لتقريبا 15 سنة من الزوج بس مشاكل 24 ساعة طيب زوجته من أي برج؟ زوجته من أي برج؟ برج مواليد تفعين شهر السابع بس ما أعرف يعني شهر بالضبط مو أنت السابع ممكن تشترك بالسرطان والأسد فريد نعرف من أي برج هي؟ والله ما أعرف يعني يعني شقد ممكن نقيسلش علاقة السرطان مع الأسد بالجدي يعني خلينا نقول لكن أكو بعض المسائل يفترض أنني أسألها حتى تعرف مدى التوافق لهذا الموضوع بالعموم معايا ميوسف؟ معاك أسمعك أمم طيب عزيزتي ميوسف حابة تعرفين شكل العلاقة ولا شنو حابة تعرفين بالضبط؟ والله كل شيء أريد أعرف أسألش السؤال الجاوبين بصراحة؟ نعم هذا الشخص يشك بهذه المولودة بهذه الشريكة؟ نعم صح؟ نعم صح اللهم أني لا أكمل قراءة الطاقة للأمانة يعني سوري لا أكمل يعني خليني أشوف حيات شون يعني لهم مشاكل هو 24 ساعة إسمعيني إذا كملت معاتش ممكن يحصل ذنب ونحن ناس صيام وهذا تكهن إسمعيني بس حتى أقول لك قراءة الطاقة هذا المولود هذا المولود بصراحة إن عبر 4 أربيل أبريل ممكن أنه ينقض زواجهم لكن إن عبر بهذه المشاكل هذه العلاقة تنتهي لأن هذه السيدة يعني الشريكة ما أخذ قرار والقرار مع شخص يعني متداولة بقرار الانفصال أو يعني هي راح تخلي بين خيار يا أما كذا يا أما كذا نعم معايا فأني أسمعين يعني من بعد 6 أبريل إن عبر كسوف آخر راح يصير خسوف في الشمس أيضا ونحن أمس كان عندنا خسوف القمر في برج الميزان في البيت الثاني يا أخوان العلاقات الهشة الضعيفة مثل هذه ما تمكث ترى ما تبقى لازم يعني ياخذ الشيء واضح والجدي برج السيادة وحاكم بيتها زحل في الحوت ماذا ينظر؟ ينظر الانتباه إلى نوعية الشراكة ممكن أن تنفض الشراكة ببناتهم ممكن ينفصلون لأنه ليش اللي واضح من شراكته أو الشريكة ناوية على شيء هذه المولودة وتداول أو تدانش أو تأخذ وتعطي بالحديث مع شخص يعني قاعدة تقرر لشيء واذا من ناحية الرزق يعني أفضحها؟ ما أعلم من ناحية الرزق قد تكون هذه المولودة ما أخذ شيء من عنده أو تحث على شيء أو انطلبت من عنده أي سلفة أو أي مال لا يعطيها هذه الفترة لأنه يظهر مسروق شيء من عنده والسبب هو الشريك ممكن ممكن أنه تقول لا يلا إحنا نريد سلفة أو نريد مبلغ معين أو سوينا ما أو قد يكون هي أساس العلاقة على هذا الموضوع لأنه واضح تقصير المادي بينهم يعني على هذه الأشياء وهذه الجزئيات معايا؟ وياك أسمع أكثر أي فيا الله يا ربي تنخسف الشمس على خير يا ربي خير اللهم خير يعني حبايبنا للسرطان والأسد مع شريك الجدي مع طبعا كسوف القمر أمس في الميزان ممكن أنه ينتبهون لنوع العلاقات ممكن أنت إن كانت عندك علاقة متأرجحة ممكن ماتتهم تمام؟ بس بالمقابل في شيء للجدي تحياتنا لي أبراج الجدي صباحا يلا إلى ألو آخر ألو؟ السلام عليكم عليكم السلام والإكرامية علي من بغداد بتعديكم كليستريك أفواً علي من بغداد أخ علي شون الصحة رمضان كريم أخ علي مقدنا الاتصال ما نقول الحبايبنا نبتعد من التلفزيون ونسمع من الهاتف حفاظا على الاتصال لطفا يلا إلى ألو آخر ألو؟ ألو؟ ألو يسعد لي صباحكم رمضان كريم كنت أشارك كل البرنامج أكيد ممكن تفضل؟ الحم الله ألديك ألديك عزيزي من معنا؟ الحمدان أدي أعرف كليستريك حياك الله حبايبنا يا قلبي أنتم والله نبتعد من التلفزيون ونسمع من الهاتف بليز حتى يضبط الاتصال معكم أعتقد أصوات جديدة يلا إلى ألو آخر ألو؟ ألو رمضان كريم؟ طيب، ندردش بخصوص الظاهرة ولا في عصام؟ ألو؟ طيب مع حدة الظواهر وحالة أسمية الظل اللي يحصل طبعاً بظاهرة كسوف القمر أمس كان العالم كله شاهده أكو شيء وقضية أخرى ربما أغلبهم مو فاطنين لهذه القضية وهذا الموضوع ممكن يستمر من يوم 27، 28، 29، ثلاثة أيام القمر في برج العقرب كالمعتاد نقول البدايات لا، ما يصلح تبدأ أي شيء أي شيء لا يمكن أن تبدأوا بها وحاولوا أن تنتبهون أيضاً لمسائل الخصام يعني لا تتخاصم أبداً لأن هذا الخصام بعصر الدلو ما يأخذ غير الفراق أيضاً على الميلادي لا يوجد طوالع ميلادية وقمرية وقمرية، ترى حتى كل برج إلى طوالع قمرية وأيضاً بلادية فهذا الموضوع ليس مغيب لكن الفلاكيون أخذوها بطريقة مختصرة يعني كلاسيك بس أنه يتحدث عن برجك شنو يعني حتى في طالع شمسي وقمري الطوالع، ماذا تعني طوالع الشمسية والقمرية؟ هاي أكيد أنا اليوم ما عندي مساحة لحتى أبدأ بيها بصراحة لا أريد أبدأ بيها وما أكفيها إلى الأخير يعني أريد أتحدث عن كل التفاصيل فمو أقول مو وقتها لا بالأكس جل وقتها هو اليوم بس تحتاج وقت وتحتاج أنه أفصلها لحتى الإنسان يعرف ليش أنا أحياناً أقول كل شخص إلى بصمة خاصة وكل يعني الأبرشة تشابه لكن هل أنت كشخص وكبصمة تشبه غيرك؟ قطعاً لا فأنا من أتحدث عن هذا الموضوع وأقول نظرة الولادة هي الأهم يعني نظرة الولادة في أشخاص مع ظواهر كسوفنا أمس اللي راح تستمر مدة ثلاثة أيام مع قمر الأقرب في برج ثابت والله لو كنت مين ما تكون أنت إن كان خطر فممكن أن يزيحك عن أرشك تمام؟ وإن كنت مين ما كنت لو كان مقدر لك مع زهرة الحوت وزحل المال اللي ساكن الأقرب لتكون أنت ونعرف أشخاص بصراحة كانوا معدمين ولا شيء وظلوا يتواصلون معنا إلى أن الحمد لله والشكر أرقام فلكية يعني منه ولا شيء أصبح رقم فلكي فهذا هو ظواهر الكسوف اللي أحياناً تجلب لك الخير وأحياناً تكسر لك الشر وأحياناً تكسر أيضاً الخير لو عرفت شلون طيب عصام الروح لإتصال هاتفي ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام والإكرام رمضان كريم ألو علينا وعليكم ينعاد بالخير يا ربي من معانا وننونكم أخي حسين من ناصرين أخي حسين أول مرة تتصلنا أي أول مرة طيب أخي حسين ابتعد لي من التلفزيون اللطفان أي أي لن صدى الصوت راح ينقطعوا إياك ألو أداء أسأل أنا حياتي شوية تعبانة مشاكل دوم تعبانة طيب أغلق التلفزيون لطفاً بليز ألو مو سامعتك ترى يادل أخي حسين حبايبي أنتو تشوفون صباحاً الاتصالات كلها تكبس ولذلك بشق الأنفس دا تحصلونا يعني مو قصد أنه لأنه يعني أكو مشكلة بس لأنه الكل لا يتصل فأنت لما أنت تأخذ الاتصال تسمع صوتك بالتلفزيون يعني هذا شوية صعب راح يقطع لك الاتصال فما يخالف نحاول أنه نتعامل مع بعض لحتى يكون الاتصال مؤمن وطريقة جيدة يلا ألو 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 صباح الخير يا عسل يوم العسل وشاهد العسل والعصافير والفراشات وكل أشكال الأشياء الحلوة الصباحية نورا تخبارك نورا البصرة طيبين أحلى ناس نورا مؤعديني على تمر من البصرة على موديك ليش تلعيد ما أدري شينو تمر البصرة يختلف يعني طب بعض راشلون صدق يوم في ديتاني نورا والبصرة وتمرها زين نورا شون رمضان وياكم والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر حبيبتي إن شاء الله يا ربي دائما السرور في كل محافظاتنا العزيزة يا عمرو أنت يلا نورا يلا نورا عمري 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 والله شوية بوضع صحي تسمعين العافية بعد رمضان تعبنا كلش يا عمرو أنت يا عمرو أنت الألف لا بأس لا نورا لاتتحكين هايجي اسم الله حافظك الله حافظك الله يا عمري أنت في ديتك والله طوايف هالي يا عمرو أنت يلا نورا سميتر تسأل عنا 15 10 1 8 15 10 الميزان يا درجة خليني أشوف لك يا درجة من الميزان 17 يلا منو هاي القراءة نورا أشواق بتحليمة أشواق نعم بتحليمة نعم تمام يلا يلا شو تاريخ ميلادها 81 أولي 81 وخسوف القمر القمر اليوم بالعقرب ثابت أولي عليتش أشواق يلا شو تسألين على الأشواق تسميت عن النصيد تسميت لها بعيدة عن أطفالها هم يجي يوم تشتمع بأطفالها زين شوفي هاي المولودة أكو مرسال بعض بعض بعد أربع بعد 6 أبريل نعم احنا قلنا كو ظاهرة خسوف وكسوف الأشياء البعيدة الأشياء المفارقية المفارقة مولودة الميزان مسائل التعب مسائل القهار مسائل الأخذ الفقد كلها يتبدل فهاي المولودة هاي المولودة اللي واضح السه اجتماع اجتماع بأحباء اجتماع بحبايب اجتماع بناس لا حيث والله أكو شخص الآن دي يتفاوض على هذا الموضوع وهاي المفاوضات تفضي للخير إن شاء الله تمام تمام يعني مولود الميزان يفرح تقر عينه بأولاده منهم ما كانوا طبعا حتى نتحدث عن الحوامل اللي كان عندهم حمل أو حملهم كان صعب بهذا العام ممكن كانت تتعبهم الأولاد ومنهم ما كانوا بتعدوا الأولاد ومنهم من تعود الأولاد فهي السئناث الميزان اللي قاعد نشوفه اليوم مع هذا الخارطة الفلكية هي محادثات وحوارات تفضي إلى رؤية الأحباب والاجتماع بهم مرة أخرى نعم فيا رب يجبر الخواطر إن شاء الله يا رب يجبر الخواطر على فكرة والله هذا الموضوع فعلي لأنه أنا البارحة إحدى صديقاتنا وحبايبنا يا رب إن شاء الله يجمعها بأولادها وأبنائها كان نفس الموضوع نفس القضية بالضبط وكانوا فعلا الفلك يعني يدل على هذه التفاصيل عموما إن شاء الله يا رب إذا الميزان يجتمع بأحباء أو بناص فارقهم وطبعا النساء هنا من هذه الأبراج تدل على فقدان أولاد أو الاجتماع بأبناء يلا إلى ألو آخر ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام والإكرام رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله جميع جانسي حبيبتي الغالية يسعد لي هالصباح الله أسلم أسأل قبل فترة سألتش عن برد الجديد أه تمام سألتش عن برد الجديد أي بس يعني الشكون اللي هو برد السرطان طيب شنو تاريخ ميلاد هنطينيا بالضبط ستة وتسعين ستة وتسعين الشهر 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 بس ميلاد ما عرفه هو يعني أنت طلح في برد الجديد طيب إحنا حسبنا بحسابنا أي أي زين هيا شهر بالضبط مثل يقول النهاية السادس السادس أي يحيط تقلة النهاية السادس إذا نهاية السادس لا أعرف بالضبط توأ تقلة النهاية السادس يكون بين الجوزاء والصرطان لكن تقلة النهاية السادس يعني إن كان على 22 لا لا يعني فيتش بال29 إذا 29 فعلا يكون مولود السرطان يعني أكد تتعمل شعب بين الجديد وبين السرطان لا أمو هو شوفي هو باعي باعي إذا نعطيتني التاريخ بهذه القضية إذا 29 29 6 لا أطايتش على إثمه وإثمه ولدي هسأني الخارطة صراحة مذاكرتها بس إنتي اليوم إذا تسأليني عن 29 6 لحيكون للسرطان إذا هذا القرار اللي إنتي تقولينه إذا هذا جوابك إذا هو صحيح فهو السرطان إذا 29 29 28 تمام يعني ممكن يعني تقرأينا عنه إذا تعرفين عن السرطان إي إسمه أحمد إبن قندة طيب السرطان أحمد بن قندة إي طيب أحمد إبن قندة وهو موالي 96 90؟ 96 طيب يا فيما يخص هذا المولود أي السرطان اليوم اللي نتحدث عنه طبعا أمور جدا إيجابية وطيبة باعتبار أنه اليوم القمر في برج العقرب ويستمر ثلاثة أيام يليه أمس كان ظاهرة خسوف القمر في برج كل شي مهم شنو يعطي لمولود السرطان يعني لأبراج المائية أيضا في زاوية التقابل مع الزهرة ومع النبتون ومع المشتري له وحاكم بيته بتقابل كل شي إيجابي ومهم من لدن الأقرب هنا تحقيق أمنة لهذا المولود السرطان يأخذ الأشياء اللي تنفعها السرطان يحظى بشركات جدا ممتازة وقد تكون شركة الحياة جميلة جميلة جدا إن كانت هذا العام يعني إذا اختار وقسمنا إن شاء الله من بعد الشهر السادس سيكون 15 أو 17 ممكن أن تكون هذه الفتاة جميلة يعني حسناء حلوة لأن الزهرة باقتيران مع المشتري في برج الحوت بتقابل من اليوم العقرب هذا الموضوع يقرب للمرادات وإن شاء الله يكون محظوظ يا ربي بانتقاء شراكاته بس معرفوا الآن حاير بقضية يحل قضية شو هي القضية اللي قاعدة يحل بها واضح عنده مكحانات أي واضح عنده شيء يعني قضية اليوم هو حاير بيها فإن شاء الله أموره موفقة حتى بهذا الامتحان وهذا الاختبار شكرا لك وليس تحقينا عن الزوجات يعني أنا أكثر من طاقة بصراحة يا حبيبتي ما نستطيع أن نأخذ على الهوة مباشرة لأن فيه اتصالات كثيرة عود الاتصال عيوننا إلتش أكيد الجوزاء هي من الأشخاص أيضا اللي إلها حظ ونصيب من المشتري اللي راح يحل قريبا بعد كسوف الشمس بعد 6 أبريل هذه قراءاتنا راح تكون مختلفة يعني راح تكون الطاقات هوائية هوائية بامتياز يلا حتى ذاك الحين إن شاء الله أكيد أنه قراءات أخرى مشابهة طيب يلا إلاء له آخر صراح الخير ستميز يا أهلا وسهلا رمضان كريم يا مرحبا حياتش الله يا عمري أنت حبيبتي والله من معانا بدو أروح لس رمضان مبارك عليك الله أكرم العاد بالخير والمسرات يا ربي أنا مفرح ستميز يا هلو وشثير الهلب مفرح الغالية حبيبة هلو بيك حبيبتي الغالية أنت الغالية شون رمضان وياتش والله الحمد لله خير وبرك حبيبتي شخبار العيال والله يبوسوني إيدي في حبيبتي ستميز وشثير عمري أنت إن شاء الله يا ربي دائما نحسكم ويانا كل سنة الله يسلمت حبيبتي عمري عمري عز غالية يا طيبة طيبة مفروحة ستميز 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 بالنسبة لبنتي فيانت 13 في 12 2000 2000 ستميزيونها كل جعيفة فيدوها 13 13 في 12 12 تمام مولود القوس كل جزء عاني من أينها ستميز شوفي القوس طبعا هسا أبراج القوس اللي قاعد أشوفه هسا اليوم هذه الفترات أول الأمور تحقيق أمنية أو ربما الحصول على قضية جدا مهمة وعلى فكرة خلي أقولك قضية أصلا ظاهرة سرق البصر بساعة ولادتها كانت كانت المغرب ستميز يعني أي ساعة ما تتذكرين يعني ويا المغرب والله كان رمضان يعني شوفوا أغلب الأشخاص يعتقد أنه الولادات والأفراح التي تتم بي في شهر رمضان هي ممكن أن تكون مباركة أي ممكن أن تكون مباركة لكن أي شهر ما يخلو من ساعات نحس أو ساعات ما تكون هي تليق بأشياء وإن كانت الجمعة أيضا حتى الجمعة هي من الأعياد من أعياد المؤمنين والمسلمين يعني في العرف الدارج لكن في ساعات وفي أي شغلات ممكن أن تكون ملايق يعني ما تناسب فساعة الولادة بصراحة هي السبب أنه ممكن يكون هذا المولود ضعيف البصر وفي أشخاص أثناء ساعة ولادتهم نظرة الفلك إليهم يقول لهذا يكون حاد الذكاء وهذا يكون أجل لكم الله مثلا بليد ما يفهم وهذا ممكن يكون هادئ وهذا ممكن يكون حرك هاي يكونها بحركة الأفلاك ساعة الولادة هي من تأطي هذه النظرة تمام إسماعيل فدوة ستميس يعني شو تسوي لها خاص يعني وديها للدكتور يعني مرة قال يسولها عملية وهذه أكثر حالتها يعني لا إحنا العملية أساساً أي عمليات حبايب يقول لي متابعنا واللي يعرف مدرستنا مدرسة الزاقروس ما يروح لأي عملية هذا العام رجاء هي معلومة سؤوليتنا لكن الأمانة ما ينفع شيء بهذا العام ممكن يكون على خمسة وعشرين بس ممكن أنا أساعدتش بقضية شوفي احنا على الهواء مباشرة بصراحة وهذا الموضوع شوي يعني شوي أبتعد من قضية الموارعيات وكذا ولو أنه هاي القوس تفرح ترعدها فرحة أكو شيء تفرح بيه ماسك شيء بإيدها لأنه هي يعتبر العقرب هو الطالع تبعها والعقرب اليوم سعيد يعني ثلاثة أيام من السعادة في أشخاص يقول لك لا البارحة خسوف بالميزان بالبيت الثاني براها وهذا برج عقرب العقرب انهي جنبية لا أخوان اللي ما عنده سالفة ليس أولف بيها واللي ما عنده معلومة تمام ومضبوطة وعند علم أصلاً ليحجي بيها أساساً ظواهر ترى الخسوف والكسف ترى هي حالة صحية صح مخيفة مخيفة أن تكسر الأشياء الضعيفة لكن تجلب الخير على حسب البويتات اللي نسولف بيها بس مع القوس اليوم والعقرب هو الطالع تبعها هذه المولودة ناطرة فرحة يوقف قلبها من عدها كبر الفرحة شونيث لتصدرها فإن شاء الله يا رب خير بالعموم إن شاء الله يا رب أنت ممكن تأخذين مقدار كلش قليل من إحنا نسميها لية الخروف وتحرقيها تماماً تحترق خلص لح تحترق تماماً تمام؟ إلى أن تصبح كحل تصبح كحل يعني تمام؟ يعني آية بصرك حديد إلى نهاية الآية تمام؟ تقرأيها عليها ممكن تكتحل منعدها الساعة شوكي ساعة ولادتها بالضبط ممكن تعملها بمرود أو بأي قلم ممكن أنه تكتحل العيون يعني يساعد على شوية يعني ما راح يصحح بصر لكن يوقف ضعف البصر لأنه ساعة الولادة من نظرة الفلك ساعتها ممكن أنه ينظر لها بضعف البصر يعني شوف ما يستبقى هذه نظرها ضعيف؟ يعني شوف أنا أقول لش قضية هي مسببات يعني ليش نقول الفلك ساعة الولادة تختلف يختلفون الأشخاص من شخص إلى آخر يعني قيستي بنفس اليوم كم مولود يجي ليش هذا عند عاها وليش هذا سليم وليش هذا يعاني من كذا هذه نظرة الولادة لا كيفش ولا كيفي تمام؟ زين فدوة ستمة الله يخلي تاني هوايا أدد عدد والله صالي هوايا ما حصلت على مدى ابني ثاني بتطع عش ستة الجوزة يعني إحنا صراحة مفروحة ما نقول نعتذر بس يلا فدوة رفضة حبيبت يلا يلا الجوزة مفروحة ستثناء تدرون ليش؟ لأنه من أسرة زاقروس من أول يوم بثق برنامج نهية معنا من المخصصين وانتم إن شاء الله ما نقول الأحسن إن شاء الله يا رب تكونوا حبايبنا الجوزة بطريقة كل السريعة المشتري يا حبيبتي يا أم فروحة المشتري وما أدراك السعد الأكبر السعد الأكبر اللي مع السعد الأصغر ورانوس في برج الثور يقترب اقتراب مباشر إلى الجوزة في أشخاص في أشخاص حاصرتهم الظروف إلى أن في أشخاص تركوا عملهم أو الله تركوا عملهم وفي أشخاص ما تمتلهم إقامات وفي أشخاص أنا ليش أتحدث عن الأجانب ومسائل الأجانب عطارد يعني عطارد تراجع هسا مع حركة عطارد المتراجع يقول للجوزة اهدى اهدى لا الضال الشمر علينا ها ممكن تشمر الكلام يصلح بهذه الطاقات أنا ليش أقول هدو هدو يا أخوان الحساسية نبتعد من عدها لأنه عصر الدلو الهوائي اللي مثلك ممكن يأخذك إلى مسائل غير وفي أشخاص عقودهم تم فصخ ها يقول ميسان فصخت عقدي وشغلي بطلت منش قاعد يسول فين اي نعم فصخ عقدك هنا لحتى يعطيك عمل أكثر قيمة وأكبر مكانة وأكثر ممكن يقول محصول أو رزق في أشخاص ضاعت محاصيلهم والله فلوسهم اتشرت بالسوق ويقول لك ترى أنا خسرت قاعد يقول لا ولهناك تجي صفقة ممكن أنه تعوض الخسارات مع الربح هذا هو العلم والمشتري السعد الأصغر والأكبر لذلك يا مفروحة نطرين من بعض ستة أبريل إن شاء الله الأخبار إيجابية لمولود الجوزاء اللي راح تنتقل أو ينتقل المشتري في هذا البيت يعطيكم الأفراح والمسارات جد والله أنا كعقرب أو غيري كقوس أو غيره كحوت ناطرين هذا المشتري اللي راح يتحول من الثور إلى برج الجوزاء يلا وإنها قراءة إن شاء الله أخرى طيب نروح إلى اتصال هاتفي آخر أيضا ألو 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 صباح الخير ألو صباح النور يا أهلا وسهلا صباح الخير والسنور صباح رمضان كريم الله أكرم حبيبتي الله يسلم الحبيبتي الشارع أهلا من معنا والله أنا زينة اسم أخباركم الطيبة مع السجأ سجأ ومن ون يا سجأ الأنبار الأنبار وهلها على الرأس الله يسلم سلام كيف رمضاني وياكم سجاوي لازين وهو حالة السحور السحور شحلاته هو الفطور حلو بس السحور شحلاته الصباح ما حدينا زين إحنا شون جماعة الدوامات شلون أقول إحنا جماعة الدوامات شلون وأنتو تقعدون للصباح والله هاش سجاوي تمام ماشي سجاوي يلا تفضلي الله يسلم حبيبتي أريد أن أعرف عن برج الميزان طيب أي شون تسألين عن الميزان 13 96 طيب 96 900 بعد الألف تمام 13 سجاوي اسم الماما إيش وطرية سجا وطرية 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 ايه تمام نيوسة حبيبت الله عن جدارة رمضان أريد أن أعرف عن برج أختي برج الجوزاء فراس عصام استثناء استجا على السريع أختي يلا بسرعة 31 5 ايه ما برجها بسرعة سبعة وثمانية برج الجوزاء يلا اوكي الجوزاء الله أيتر تعرف أنها يوميا يقولون الهباطر وليوميا نأخذ الجوزاء نأخذ الجوزاء نأخذ الجوزاء ما رأيك؟ الله علي ثلاثين برج أخذها يلا أختي سحر سحر بطريقة سريعة عن مورودة الجوزاء شوفي إن تحدثنا عن مساء الأوراق فالأوراق تعود تظفر بشيء ربما طال الانتظارة والتعب ليش؟ ليش أنا أقول هذا العام عام المتاعب مو المتاعب لأنه ما يصلح لا بس نحصل على الأشياء بصعوبة ممكن تكون هاي الورقة مضمومة وقد تكون هذه الأوراق وهذه المعاملات إحنا مو المعاملة نسميها الورقة نسميها التعاملات يعني هممكن نتعامل مع أشخاص متعبين تمام؟ في مساءل تتبدل بصراحة ظروف تتبدل مع خسوف الشمس أمس للجوزاء أبراج هوائية والبرج الثاني العقرب اليوم شي ثابت هذه تسمع خبر إيجابي عن هذه الأمور رغم أنه قد يكون أو قد تكون شوفي هو يظهر طاقة طلب طلب شو هو معايا سجع سجع قدنا الاتصال سجع يظهر طرف ثالث وقد يكون هذا الطرف الثالث ممكن أنه يساعد بهذا القضية لكن مقابل مادي مقابل مادي طيب غير المقابل المادي يظهر رقم 30 طاقة 30 شو هذا الثلاثين تعويض شيء يخص تعويض هو رقم الحاض طيب إن كان الثلاثين فلا بأس أنه تحرقي بوراق الغار أو أي ورقة أخرى ليش أنا أقول الغار أو ورق السدر كلش حلو بجلب الطاقات بس عموما مع ظواهر الخسوف نحن نتحدث عن جاذبية ونتحدث عن أقمار ونترك كل شيء المسائل أنا أقول إن شاء الله هذه المولودة تسمع أخبار إيجابية يعني يصلح المسائل اللي وياها معرفة ثاني هذه المعاملة تخص زوج إلها علاقة بزوج فيه هواي مسائل وين الزوج لأنه يظهر طاقة الزوج ما فيه مبتعد وتظهر الأوراق كانت متأثرة أو متأخرة وتحصل على مرادات ورقم ثلاثين يدعمها اعتمد طاقة الثلاثين سبحي ثلاثين مرة ثلاثين ألف مرة وهكذا راح تشوفين عمق الطاقات إن شاء الله بس باختصار تنفع الأمور يا والله تنفع وتسمع أخبار طيبة إن شاء الله قريبا مع إن شاء الله بعد يعني ستة أبريل الأمور طيبة ماسكة شي بإيدها قد يكون كانت ورقة ألما سميها ضائعة بس أقول أكو تسويف في إليش زحل زحلوا المريخ تحت في البيت الثاني من الدلو وعصر عطار تبلش عطار التراجع حسن في دورة حياتية أخرى يعني خلاص رجع مع تراجع رح يرجع لحتى يأخذ الورقة اللي كان اللائعة أو الشي اللي كانت هو ناقصها مدائما عطار من يتراجع ممكن يكون شر أحيانا ما يتراجع يجيب الخير ولكشوف هذا عطار التراجع رح يجيب الخير لهذه المولودة اللي كانت ناطر ورقة أو كانت الورقة ضائعة أو شي يظهر شخص طرف ثالث يجلب لك هذا الشيء الناقص بس طاقة رقم ثلاثين كل شباينة معاتش وتدعمتش طيب أي عسام نكمل ولا شو أكو ألو آخر في رأس يال طينا ألو آخر ألو السلام عليكم عليكم السلام والإكرام رمضان كريم عزيز الغالية يسعد لي هالصباح رمضان كريم الله أكرم ينعاد بالخير والمسرات يا ربي ممكن أكيد ممكن من معانا زهراء من بغدان زهراء أول مرة تتصلين لا طالعي مرة يلا حياتش الله زهورة وأهلا وسهلا بيت شو تفضلي واحد اثنين طيب أي ألفين واحد تمام أدلوا تافع مساعد ألفين وش قد واحد طيب شو أنت سألين عزيزتي ألف صحة فقط الصحة زهراء هو تفضلي حكينا شان حكينا عن الصحة طيب زهراء فقط الصحة ما تجدني ارتباط خطوبة أطفال شنو توافق زوجي شنو حابة نصيب نصيب يلا يلا زهراء اسم الماما شنو ها بتعين طيب يأ اسمعيني حبيبتي زهراء اي شوفي أول شيء ربما كانت تكون وعكة صحية مفاجئة أو كنت تتعرضين لانتكاسات يعني بين فترة والثانية توقعين أو تكونين متعبة أو اللي واضح من خلال خارطج أنه ترقدين أثناء النهار هوية من الصفات اللي واضحة معاش مستديرة الوجه حلوة الخدود تمام شوفي تواجهين ظلم من شخص أكبر من نجسن قد يكون أخ قد يكون أب قد يكون عم يعني شخص من محيط العائلة ظلمت شهواية أو من زعجة صح اي اسمعيني فيه أخبار كلش حلوة من مرأة طويلة القامة ممكن تكون سمراء قد تكون في إيد هشامة أو في خدها في إيدها علامة عدها علامة مميزة هاي جاي البتلتش خير أو ممكن أنه تسمعين منها خبر حلو ليش؟ لأنه حركة الأفلاك اليوم اللي واضحة معاش مع أغرانوس في أعلى نقطة يعطيك خبر مفاجئ كلش حلو وعلى الفكرة أنتوا من أبراج برج الدلو أي برج التغير لهذا العام وهواي مسائل تعبتش لكن إن شاء الله أمورش طيبة يحصل عندك إن شاء الله من بعد 15 ثمانية نصيب ويكون لك فتاة مثل القمر يعني أول ما يكون عندك إن شاء الله نصيب تلدين فتاة مثل القمر بس أنا أنصحتش هذا العام ما يصر أكو زواج لأنه في ضواهر خسوف وكسوف متعددة ممكن تعمل يعني إن عدى الاقتران فممكن تكوني كثيرة الخسام وكثيرة المشاكل مع الشريك تمام فيا ربي خير ننطر لبعد 2025 ممكن يصلح معاك الحال أمورش طيبة تكونين سعيدة إن شاء الله بالشراكات لأنه عنصر طبعا أورانوس اللي ضاملتش مفاجئة حلوي بشرك بأخبار طيبة فراح صر مواجهات كلش إيجابية من زحل اللي في الحوت مع الجوزاء بتقابل كلش مهم مع الدلو فهذا يعطيك قيمة كلش حلوة معاك كثيرة الظلم مادر أنا شوف وغاية مسائل من العائلة تحت لغط عائلة أنت تمام ستمائج ستمائج ماذا حبيبتي ممكن تسؤال أي جواب تفضلي أنا دفتتكلمين لأصرح أكثر وبرسامع عالم الوزن زيادة بالوزن ممكن تطني شيء أي زيادة الوزن لأنه الزهرة هابطة في برج وين في برج وين الحوت مع المشتري فلذلك السبب يعني في البيت الثالث عندك تعني أنت ممكن تمرين بفرطة في سمنة مفرطة ممكن تتخلصين من عدها هسنا ما نعرف وضع المعدة شنو بصراحة أنا ممكن أن أعطيش بعض التفاصيل اللي ممكن أنه زي يعني تخفض الوزن عندك بس أنا أنصحش للصيام طويل الأمد ما أدري هذا قوة الصراع مع القوة يعني بصراحة مسائل الصيام كان المتقطع لكن طويل الأمد مع الكثرة في شرب الماء شيء غير اعتيادي والله سر من الأسرار اللي ما يقول لكم يا أطباء يعني التغذية ولا غيرة ولا غيرة ولا غيرة لأنه عدتهم مواد ممكن وعدتهم ممكن قاعدة حتى يشتهر بها لكن ما أذكر مسائل أنه طريقة جسم الإنسان تعمل بطريقة عكسية بعدين أنت كنت رابطها على ساعة معينة لكن أنت بس تقطع الطعام عنه ممكن أنه يكون عملية الأيض تعمل بطريقة مختلفة تماما تماما وأنا مو أسوي مناظرة بس متأكدة أنه لو هس جربت كلام اللي أقوله وهواي أشخاص لو كنتم أوزان الفيل أنا متأكدة راح يكون عندك نزول غير اعتيادي غير اعتيادي بس هنا يحتاج الصبر والإصرار عاد ما ندرى منه عنده صبر وإصرار لهذا الموضوع اتبعوا هواي أشخاص بصراحة واستفادوا والماء ممكن أن تخلطون بأي شيء ممكن يكون عضوي تمام فالأمور جدا ممتازة إن شاء الله ما عندي وقت بصراحة لحد تنسوا ولو فنحشي لكن يعني هو هذا الموضوع أنه الزهرة هي اللي كانت هابطة تعمل سمنة للأبراج اللي تليها الثالثة معانا آخر اتصال ألو عليكم السلام والإكرام مرحبا رمضان كريم عينا وعليكم حماس حبيبتي الغالية يسعد لها الصباح حبيبتي عفوا موسى مع الصوت والله ياريت تطين الصوت أوضح موسى موسى ايه ياهاء موسى تسألينا حبيبتي طيب ليش أنا دائما نقول نغلق التلفزيون ونسمع عمل الهاتف والله رح أغنيها آنيها يعني أنتم ما رح تحصنونا وبالنتيجة ما رح تستفادون من اتصالاتنا طيب معانا اتصال هاتفي آخر أيضا موسى 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 السلام عليكم عليكم السلام والإكرام رمضان كريم علينا عليكم إن شاء الله شانش بثم يوسف حبيبتي الغالية يسعد لها الصباح الله يسلمش شون صحتي شو محمودي الحمد لله بخير شون هم أهل الأنبار يعني تحياتنا الحر وأشواقنا لأهالي الأنبار الطيبين المخلصين مايهون من المحافظات بس أكثر حضوري سجل معانا صباحا هم أهل الأنبار حبيبتي شون شو محمودي شون رمضان وياتش والله إن شاء الله زين الحمد لله بخير يتقبل طاعاتكم يا ربي طيب الله يسلمش سميوسا نطيش برجي وبرج مولودي طيب الطرف الثالث هم جبتش مواليدة طيب إيلا تفضلي الحوت الحوت عدلو هم أنا الحوت وابن الدلو اللي ستشكلش عنها قلتش طالع من بيتي على ما يقبل خلنا يرجع طيب ويجبتش الطرف الثالث مواليدة هم لو أي ابن كافي هم أربعة وعشرين أربعة ألف وتسعمية وثنين وتسعين أربعة وعشرين أربعة أي 200 وثنين هذا الطرف الثالث هم اللي شكتش عنها قلت يقال له هذا الظالم كو يعني بصراحة يعني هواي الأخبار ولهاي بس يلا نقيس الطاقة شنو حابة تسألينها محمودي هو هو اللي السبب الرئيسي يعني هم اللي مي خلن ابني يرجع لي هذا الطرف الثالث اللي شكتش عنها قلت لي علي الجلاد والظالم المعرف شنو آه جد أنا يجقلت ايه يجقلت ايه يجقلت طيب هو هذا فعلا طيب تعالي أقول لك قضية يا محمودي إذا تسألوني عن اجتماع الدلو مع الحوت شنو رأيكم أقول بيت المسارات أقول والله لا يجعل صبر كل الأشخاص اللي صابرة على نوازل كانت محاصرتها ومأذيتها إن شاء الله يا ربي صبركم خير ويرجع لحتى يكون طبعا مولود الحوت مع الدلو اجتماع طاقة ولو بعد حين بس اللي واضح من أبراج كثير حلوة الزهرة عندك يا محمودي قبض مال عودة حق جبرة خاطر هذه هي ويسمونها عام الكرمة والدراما عام التنين وأمس كان أول كسوف في برج الميزان مع قمر الأقرب اليوم شنو يثبت لك وانتي من الحيتان برج الحوت والله لا تحصلي المراداتك بس أربط طاقتك بالكون والأثية وكوني مع الله وشوفي شنوان راح يجب لك حقك فهي جبرة خاطر عودة ورقة قد تكون أشخاص سارقين مالك وقد يكونوا الناس ظالمينك أو هواي مسائل لأنثى الحوت هواي مسائل أما تسأليني عن اجتماع الدلو والحوت قريبا جدا قريبا فيه فرحة توقف قلبوش والله هي تشي توقف قلبوش إن شاء الله يا رب العمر الطويل بس فيه أفراح تسر الخاطر عصر الدلو هذا هو التغيير تغيير بس صار كسوف أمس الدلو راح يبدي يتغير حاله يعني قبنا نشتغل بعصر الدلو حقيقة وين بالميزان فأرجع لحتى أقول لك خيا نبتعد من أي مناكفات الحوت والدلو نبتعد من أي مناكفات وخلينا أقول لك على هذا اللي يلؤ أي ابن كافي مولود الثور نبتون كوكب مفاجآت هذا المولود يحصل عنده شيء ممكن ينغث ينضر ليش؟ بحكم هذه الطاقة اللي يلؤ أي كافي و92 هو طاقة حظ هذا ممكن يكون هو سارق شيء من يمتش لكن راح تسماعين أخبار ورح تفرحين بس قولي حسبي الله ونعملوك فاجتماع العقرب والدلو يجنن اش حالات عليك تمام شو فراس؟ كمل ولا؟ طيب قبل أنه أختم فقرتي معاكم حبايب نحبيت أقول لثلاثة أبراج هي يفترض يكون الأربعة لأنه الدلو والميزان وأيضا الجوزاء اش حالاتكم وتجننون بس اللي أروع هو العقرب والسرطان والحوت ليش؟ اش عجب ميسي هم هم هل الكسوف والتوشك ولا عين إحنا البيت الثاني العقرب يليها الزهرة وعطارد المتراجع ونبتون وكثيراً للأبراج الحلوة اللي مجتمع وعاملة زاوية سيكسوير كلش سعيدة مع العقرب تجلب لكم الأموال مع زهل سعيد هابط رح يجتمع قريباً أيضاً وين؟ بالحوت فيكبر لك الأفراح والمسرات ويكثر لك الخير إن شاء الله البرج الأقرب والسرطان والحوت والجوزاء وأيضاً الميزان هما من خيرة الأبراج اللي أيضاً يتغير عندهم أحوال جداً إيجابية وسعيدة الختام معكم سلام إن شاء الله لتقوني بالفترات القادمة لسه في تفاصيل أكثر وأرواع من اليوم مع السلام